برضو من الأخبار المشرقة اللجنة المشكلة لاختيار الفيلم المصري الحقيقة لتمثيل مصر في الأسكر اخترت اللجنة المشكلة لاختيار فيلم المصري يمثل لمصر في جواز أسكر أفضل فيلم أجنبي هو يوم الدين يوم الدين المخرج أبو بكر الشوقي بيمثل المصر في التصفيات النهائية الفيلم نافذ أربع أفلام تانيين لهم زهرة الصبار أخضر يابس تراب الماس وفوتو كابي وذهبت معظم الأصوات لفيلم يوم الدين خصوصا بعد الإشادات اللي حصل عليها في مهرجان كان السينمائي الدولي بيدوم الفيلم دراما مليئة الحياة بالمغامرات عن قبط المصري بشاي بشاي بيعيش في مستعمرة للمصابين بالجذام وبعد وفاة زوجته بيتحلى بشاي بالشجاعة وبيقرر مغادرة هذه المستعمرة للمرة الأولى في حياته منذ أن جرى التخلي عنه هناك عندما كان طفلا مصاب بالجذام وبيبتدي بقى رحلة برفقة الطفل اليتيم أوباما على عربا بيجرها حمار في رحلة عبر مصر إلى مسقط رأسه الحياة فكرة هائلة جدا 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 ووقعية لأن هي عن قصة وقعية مبروك طبعا لصناع في يوم الدين